السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناتي اتمنى تكونوا بخير وعلى خير و بصحة جيدة كما سبق لي وريتكم في واحد الفيديو هاد الفاكهة اللي هي زوينة بزاف لان هاد الفاكهة اللون ديالها اخضر وده بأنا كنت ديرها في الكونجيلاتور كي يولي الشكل ديال الشكلها الخارجي بحال هكذا ولكن في الداخل ديالها يبقى اللون ديالها طبيعي وما كتفقدش المكونات ديالها نهائيا انا دا بكن ديرها في الكونجيلاتور عندي هاد الكمية ما كنتش كان عرفها من قبل فقط جابها الاخ ديالي لواحد السيدة مريضة بواحد الوسيسة في البزولة ديالها ان شاء الله ما يكونش عندها وارا مخابيت جابها لها لانه هي زوينة زوينة بزاف في الامراض السرطانية وفي الجدر الحرة في الكونسيباسيون مليئة بالكولاجين بالنسبة للبشرة ومليئة كذلك بالفيتامين الجي وبالفيتامين السي وفيها مضادات الاكسادة هاد الفاكهة را هي فاكهة القشطة ولا كيف ما تسمى فاكهة شيريموية هاد فاكهة القشطة راها غانية بزاف احنا ما عندناش في منطقة الجنوب جابها الاخديالي من اقادير ويمكن موجودة في مناطق اخرى مهم انا ما عنديش العلم بها ومكنش كنعرفها من قبل وانما في الجابها الاخديالي وقال لي بان اراها صالح الامراض الخبيطة الروماتيزم كتقوي المناعة درت عليها بحث ولقيتها النيت بانها صالح الالم ديال الطهر وديال الركابي ديال المرافق يعني جميع انواع الروماتيزم صالح الدئبة صالح التعلبة صالح الصدفية الاكزيمة كتقوي المناعة هاللي مهم فيها بزاف وانها كتقوي المناعة وكتحارب الجذور الحرة وصالح الناس اللي ما عندهمش المناعة سواء بسبب ديال امراض السرطانية ولا باي سبب اخر كذلك كتكافح امراض السرطان يعني الناره مكنش حاجة لكتعاج مرض السرطان من غير المواد الكيموية ولكن هالي كتساعد امراض الناس كتوقيهم من مرض السرطان اللي مكنش عنده وكان كياكلها دائما لانها غنية بمضادة الاكسادة ولله نجينا ونجيكم اللي عنده مرض السرطان كتخلي الجسم دياله كيقاوم هي كتغني المناعة وكتخلي الجسم دياله كيقاوم هذك الامراض وذك المناعة اللي كتطيح ليه فاش كيدير لاشيميو كيدير دوا ديال السرطان نتمنى من الله ان هاد المرض ما يقيس وما يقيس كل عزيز على المسلمين الطريقة كيف ما شفتوه نقيتها عادي كتنقى عادي وهادي يا رب حراب خرجها من كونجيلاتوغ ما تفستش لانها كتطيب بسرعة كتنقىها عادي غديرها في شبكة وغد يتبقى يتمعسي فيها بالظهر ديال الملعاقه اش كيدير كيهبط داك المكوين ديال هاد الفاكهة اللي هي القشطة كيهبط كله كيبقنا الزرعة ديالها فقط الزرعة ديالها مخصش تأكل تكال لانها فيها مكوينة تكالت سبحان الله الفاكهة مفيدة وهي فيها مكونات غير مفيدة الصحة انا دا بغد نخلي هات شوي هنا وهاد الاخور غد نزيد عليه نضيف عليه الماء ديال الشرب العادي باش نهبط هاد المحتوى اللي بقى ديال هاد الفاكهة باش يبقى ولغير العظيمات فقط لان انا غندير بيها جوج ديال الوصفات الوصفة الاولى للشرب هي اللي مهمة اكتر اللي هي نقدروا نشدوها ونناكلوها نقسموها على جوج كيف ما قلت ونناكلوها غير بالمعاقة راهزوينة بازاف يقدر الانسان اياكل حتى الجوج للخطرات يشرب اياكل 6 ديال التمرات فالنهار جوج مع الصباح جوج في وسط النهار وجوج في الليل ولكن تكون بعيدة على الاكل كيف ما شفته انا خليت هاد الزريعة او هاد الحبيبات ديال هاد فاكهة القشطة غادي نديرو بيها وصفات اخرى للشعار اللي اكزيمان السادة فيها اما الان هادا كنضيف هادا شوية ديال شوية ديال الماء على هادا ونضيف منه واحد شوية نخلي غير باش ندير الماسك اللي انا بغيت ندير وهو ماسك زوين بزاف غادي نقول لكم لاش كيلاق وهادا غادي بقى عصر عصر بالنيسب كي هبط السكر مزيان كيخفض من الضغط المرتفع وعندو بزافره كيف ما قلت لكم عندو بزاف ديال المحاسين اذا نشرب هادا العصر بحالة هكذا بلا سكر بالاول وهادي غا نحصف بيها غا نديرو بيها ماسك الشعار اللي في القشرة غا نديرو كتسلح الشعار القشرة الصدافية لديك اللي كزيمة اللي كتكون في الراس بزاف ديال الانواع ديال الوصفات اللي غا نديرو من هادا الحبوب اما هادا الكز ديال العصر هكذا غير بيها و بالماء ما تزيدو السكر ما تزيدوش الحليب كتشربه بحالك ندير عصر بهات الشكل وتشربه في الصباح و في الصنار و في الليل و كيف ما قلت لكم يتشرب بدون حليب و بدون سكر و يتشرب بعيد عن الوجبات ديال الماكلة بالنسبة له هاد شوية اخر شوفتو راه الخليط ديال و مازيج راه غير بالملعقة سوف نضيف اما زيت اللوز و اما زيت الكوك هادا الوصفة واعرة تحايدنا الكنف و تحايدنا التجاعد لهالة السوداء هاد الفاكهة ديال القشطة راهه رائع بزيف زيف 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 تستعملوها في الوصفات في الشعر و حتى الشوربه صحيه من بعد هنا غنضيف واحد ملعقة صغيرة فقط ديال زيت اللوز تقدر تضيفي زيت ديال الكوك و تلاقي زيت انتي كتحسي بانه كيلق البشرة ديالك إلا ما كانش عندك ضافي نصف ملعقة صغيرة و اليوم من ملعقة صغيرة نصف ملعقة صغيرة ديال زيت راح تهو رائع غنضيف دابا واحد مكون اخر اللي غدي خلينا هاد الوصفة زوينة و في نفس الوقت كيخلي المكوينة ديال القشطة غنيه بالفيتامينات غنيه بالكولاجين اللي كيحيدنا التجاعد و كيحيد لنا لكل هالات اللي تحت العين ما نقربوهش بزاف غير الشفار نقدرو نديرها فوق العين تحت العين ولكن ما نقربوهش الشفار باش مدخلش لنا نديروا واحد الكيمياء قليلة بزاف فوق العين وتحت العين و نديرو هالوجه كامل مره وحده من الليل ليل مره وحده في الليل و تقوم مع الصباح تغسط لها لمدة اسبوع غادي ولي وجيك مرايا بحل بحل بشرة ديال اطفال الصغر زوينة لا بالنسبة لكلفة لا بالنسبة لأثار ديال الحروق السطحية لا بالنسبة لتجاعد ماليء بالكولاجين راها زوينة بزافة التمراء ديال القشطة طريقة اللي غادي نديرو بها هي اننا نكون البشرة اللي غادي نديروها لها تكون مضيفة اما تكون منضفها بزيان و اما تديري لها واحد تقشار خفيف بالقهوة والزيت او بالسكر والزيت تديري تقشار خفيف و تديري واحد الكوش بحال هكذا ماشي ضروري انك تغسليه تقدري تديريه وتخليها حتى تنشف مزيان وتمسحيها وتخليها ماشي ضروري انك تغسليها الموض اللي فيها كاملين قدمها خليتهم قدمها يبقى و يشربه غنخليها حتى تنشف و نمسحوها بواحد الفوطنقية ولا بواحد الكلينية هاد شوية اللي غادي بقى عدنا هكذا غادي نديرو في واحد تنصة و نديرو في تلاجة غادي بقى حتى السبعة ايام لانه فيه الزيت هي المادة كفاكهة غادي تفسد ولكن مدام درنا فيها الزيت و درنا فيها المعاقم الطبيعي اللي هو العسل غادي تديرنا لسبعة ايام حتى العشرات ايام ولكن في تلاجة هاد الوصفة حاولوا باش تدوموا عليها راها رائعة غادي تديروها خصوصا الناس اللي في الداخل كين هاد هاد الفاكهة هادية القشطة حاولوا باش تديروها و غادي تفكروني وترجعوني لخبار بالنسبة التساؤلات كثرت بزيف على حناء الكتم كي اللي تيقول لي راه صدقت لي و كي اللي تيقول لي لارا ما صدقتش جال لون ديالها بحل حناء و اللي اللون ديال شعري بورتوقالي كين جوج ديال انواع كين حناء الكتم مكتوب فيها الفوق الاخاوين و كين حناء الكتم الغير اصلية شفتوها را كتشبهها تماما نفس الكتابة الا اللون كي اختلف شيئا ما راه حناء بنية حناء بنية و الجملة اللي مكتوبة هنا راه هي نفسها اللي مكتوبة هنا يا ما كانش واحد فرق كتير و التامان تقريبا راه نفسه الا انها هنا مكتوبة الاخاوين فهادي اللي مكتوبة الاخاوين هادي اللي كتصلح كتعطيك اللون بني هادي الحناء من قبل ما你可以 تحتاجא�ش انك تزي Daily الحناء العادي كيف مشوته بعض اخوات خاصك تدرج الحناء العاديه و تقصليها اللي في ادير الحناء الكتم لا هادي دي الاخاوين whynut حتى يطلع عليك الشعر حتى ينط الشعر من الجدر و هو اللي كينوstorm فيه شي !befقط كتحرك الشعر حداري من هاد حناء الكتم هكذا اللي مكتوبة بدون كلمة الاخوين مشي نفس المارك شفتو هاده اللي مكتوبة فيها الاخوين راهيه هاده اللي عليها صار وطريقة الاستعمال الكتاب اللي فيها راه بحال 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 خلاف هاده الورود اللي مزينين بهم فقط انتو ما حاولو باش شريو هاده المكتوبة فيها الاخوين كانت تحمل مسئوليه انه هاره غادي ترجع لك الشعار ديالي مبوني وتيب قشاد بوغتو جوغ اشنو اللي كي بياد كي بياد الشعار لكي يطلع الاخرى ما تستعملوهاش انا ما كان وصيش بها بغيتو تديروها وتخرج لكم شعاركم زمين شريو هاده ديالاخوين نتمنى ان هاد المعلومات كلها تكون وصلت والوصفة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله